اشتركوا في القناة وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي نعم حيث تواصل هيئة البحرين السياحة والمعارض جهودها لتحقيق ما تطمح إليه من خلال الاستراتيجية في الأعوام الأربع استراتيجية تعمل على تحقيق عدة أهداف رئيسية كزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي هي وكما أطلق عليها بتسميتها الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكد على ما تتضمنه الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين من ركائز أساسية تشمل العمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال وسياحة الرياضية وسياحة الترفيهية وسياحة العلاجية وسياحة الثقافة والأثار والتاريخ وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية الأهداف الطموحة وكيفية تحقيقها لهذه الاستراتيجية يستند إلى العديد من العوامل من بينها دعم الحكومة الموقرة للقطاع السياحي والذي بدى جليا في خطة التعافي الاقتصادية التي اعتبرت القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين المبادرات المتتالية وغير المسبوقة لاستراتيجية السياحة استهلتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض العام الماضي وذلك بهدف دعم السياحة الداخلية من جهة واستقطاب المزيد من السياح الإقليميين والدوليين إلى مملكة البحرين من جهة أخرى من خلال برنامج عمل متكامل يتضمن تنظيم فعاليات ذات طابع محلي وأقليمي ودولي على بدار عام 2022 من جهة وزيادة الترويج للسياحة في البحرين لدى الأسواق الإقليمية والدولية الأكثر تصديرا للسياح من جهة أخرى اشتركوا في القناة